احنا عندنا ابرز اربع حالات تقريبا هما في تأخير الاجراءات اول حالة لما الشخص بيجي على النمسا وبيقدم طلب لجوء في الوقت دوت اغلبية الاشخاص بينتظروا وقت طويل جدا لحد ما يجي لهم معاد مقابلة دي المقابلة الاولى دي المقابلة الاولى اللي هي عند البيئة فا تفضل تمام دي اول حالة الحالة التانية عندنا ان الشخص يكون اخد رد من البيئة فا سواء اخد حماية سنوية او اخد رفض كامل ويقدم طعن والطعن يروح للمحكمة ممكن يقعد شهور وسنين منتظر لحد دماء القاضي يرد عليه ويبعث له معاد مقابلة جديد الحالة التالتة عندنا ان واحد يكون مقدم لم شمل سواء على عقد عمل او بعد اللجوء ويكون منتظر الرد وممكن تكون عيلته قابلة ومعندوش رد لغاية دلوقتي الحالة الرابعة هي بقى الحاجات اللي تخص الماجسترات 35 واحد ما قدم على الجنسية بقاله سنة سنتين ما جلوش رد واحد ما قدم على تجديد اقامة كمان ما جلوش رد دي من ضمن الحالات اللي بيكون فيها تأخير كتير بالاجراءات طيب خلينا نفندهم كده ناخدهم حالة حالة من الحالات اللي حضرتك تفضلتي وقلت عليهم موضوع الراجل اللي بييجي ويترك ان ده سنة او سنتين ما بيجلوش اي رد حتى معاد للمقابلة الاولى ده يعمل ايه في حالة التأخير دي بقى مشكلة كبيرة جدا لان اغلبيتهم بيكونوا قاعدين في كمبات اللي هي بيوت للمقدمين طلبات لجوء وبتكون ممكن بعيدة جدا عن المدينة وبيكونوا قاعدين لوحدهم هناك يعني بيكون صعب عليه نفسيا ان هو يفضل قاعد ومش عارف هو هياخد اقامة ولا لأ حسب القانون النمساوي اي شخص مقدم طلب لجوء في النمسا المفروض الطلب بتاعه يتعالج في خلال ست شهور ده حتى في موضوع المقابلة الاولى اه اه ده في اول مقابلة حتى الوقت بنتكلم على اول حالة واحد مقدم طلب لجوء المفروض حسب القانون النمساوي ست شهور يكون مقابل وعنده رده وعارف هو واخد اي اقامة نعم تمام عادة ده ما بيحصلش الشخص بيقعد فيه انا عندي ناس فوق السنة سنة ونص سنتين هو قاعد ما جرلوش حاجة طيب هنا القانون بيحميله حق وبيديله حق هنا الحق بتاعه ايه ان هو يروح لمحامي ويوكله والمحامي ده يعمل شكوى قانونية ونحط كذا خط تحت كلمة شكوى قانونية الشكوى دي الدولة هي اللي موافقة عليها والدولة هي اللي مطلعها القانون ان الشخص ده من حق ان هو يشتكي لو ما جلوش رد بعد ست شهور بالزبط من تاريخ تقديمه اللجوء في النمسا من حق ان هو يقدم الشكوى دي قبل ست شهور بيوم مش من حق ست شهور بالزبط طب يعني كده الاشخاص اللي هم دول عد موضوع الست شهور والسنة ده ما هو في الحالة دي يعني بيعود يفكر لما بيبقاش حالته متحددة هو تبع انهي اتجاه او تبع انهي فئة من الفئات اللي احنا قلنا عليها دي هيبقى يمكن بالنسبة له صعب ان هو يقوم بتوكيل محامي خاص ولا يعني بالنسبة للمصاريف هيجيو المصاريف بينين ولا دي الحاجات دي الدولة بتشارك فيها بشكل او بأخر الحاجات دي الشكاوي والحاجات دي غالبا الدولة هي اللي بتتحمل بتكاليف واتعب المحامي بس احنا دلوقتي مش النقطة هي تكلفة المحامي هو ابسط حاجة يروح لمحامي يسأله بالتليفون يكتب له رسالة يسأل بالتليفون انا وضعي كذا 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 الاجراء القانوني فاحنا النهاردة هنقول للناس ايه حققها القانونية لان في ناس كتيرة ما تعرفش المشكلة هنا فين واحد مش عارف والناس بتخوفه من الشك فهو مش عارف ان هو من حقه بعد 6 شهر فبيسيب نفسه بقى سنة سنتين وبعد كده يكون خلاص انتهت جدا نفسيا تعب ما بقاش عنده قوة يستحمل وبعدين عايز بقى هنا يدور على حد يساعده بس الشكوى دي مش حل سحري يعني مش مجرد ما انت مقدمت الشكوى خلاص انت بكرة خلصت ماه الشكوى دي برضو لها اجراءات قانونية بتمشي فيها يقدم عن طريق محامي وقدم بعد 6 شهور ما جالوش رد راح أقدم شكوى شكوى ضد تأخير الإجراءات بالنسبة لي تمام دلوقتي هو هنقول انا نصيحتي للناس اول ما تكمل كل واحد حر يعني واحد دلوقتي هو حابب ينتظر سنتين ثلاثة خلاص هو قابل على الوضع ده ينتظر واحد تاني عايز خلاص انا مش قادر فيفضل ان بعد 6 شهور بالزبط اول ما تكمل 6 شهور اتواصل بمكتب محامي وهيقول لك الإجراءات القانونية الشكوى بتمشي ازاي الشكوى دي لازم تتقدم عن طريق مكتب محامي يعني ماينفعش الشخص يقدمها بنفسه فيه ناس بتقول لي ايه اصلا انا كتبت ايميلات وبعدتها او مثلا الهيئة دي كتبتلي وبعدتلي دي مش شكوى لابد ان يكون هناك شكل قانوني بالزبط دي شكوى قانونيا اسمها سويمانس بشفيردا دي بتتقدم عن طريق مكتب محامي بتمشي ازاي فيه ناس كتيرة جدا عندي قدموا الشكوى وخلصوا حرفيا في اسبوع او كانوا منتظرين رد هو عامل قريدي مقابلة وكان منتظر رد على المقابلة بقاله فترة طويلة او الموكين فيه ناس جالها بعد تاني يوم الرد وفيه ناس الاجراءات بتاعت الشكوى بتاعتهم البيئة فأ ما بيكونش عنده وقت ان هو يقابله او هو يديله رد بيشيل الملف بتاعه بيبعثه على المحكمة او الشكوى دي بتروح للبيئة فأ الشكوى دي بتروح على البيئة فأ البيئة فأ عنده مهلة زمنية ثلاث شهور ثلاث شهور المفروض يكون هو باتت وشايف ومقرر في القضية ومقابله ومخلص قضيته طيب البيئة فأ عنده ضغط شغل وما عندهش وقت طيب بعد ما تعدد ثلاث شهور لا بعد ما يعديت ثلاث شهور مش مسموح للبيئة فأ انه هو يبص في القضية لازم يحولها على المحكمة عند القاضي المحكمة الادارية فلما بتروح عند القاضي بتاخد شوية وقت تاني على ما يجي لك مقابلة من عند القاضي والقاضي يبحث ملفك وهكذا طيب يعني عشان يبقى برضو الناس متابعة معنا وفهمة بعد ما بيروح الشكوى دي الشكوى اللي بتعامل المكتب المحامي البيئة فأ يعني إما بيشتغل فيها ويبت فيها في خلال ثلاث شهور بالزبط حد أقصى بعدها بيحولها للمحكمة لو ما خلصهاش لو ما خلصهاش يحولها على المحكمة على طول لازم تروح عند القاضي والقاضي هنا هو اللي بيقرر بقى يعمل ايه يعني بنقول أن أفضل حاجة ما تستنوش لحد ما تقعد سنة وسنتين منتظر وتكون خلق أجداء وخلاص ما بقاش عندك عصاب أن أنت تستحمل كمان مرة الإجراءات لأن ساعتها أنت برضو بتروح عند المحامي المحامي بيعمل الشكوى وبينشي مع الإجراءات القانونية نعم فأنت مش عارف هتخلص إمتى طيب هل الكلام ده بينطبق على كل التأخرات الموجودة الخاصة سواء بلم الشمل أو المقابلة الأولى ولا كل واحدة لها تفصيلة خاصة لا كل واحدة لها تفصيلة خاصة إحنا كده اتكلمنا على لو واحد ما قدم طلب لجوء وعمل مقابلة وما جلوش رد من حقه يقدم الشكوى دي أو لو واحد عامل طلب لجوء وقاعد منتظر مقابلة أكتر من ست شهور من حقه أنه هو يقدم الشكوى دي وهيلاقي إن شاء الله منها نتيجة كويسة تمام؟ وما لهاش أي أضرار عندنا دلوقتي نتكلم على الحالة التانية واحد خلص من عند البيئة فأ وقابل وخلص واخد إقامة أو واخد رفض واخد حماية سنة أو واخد رفض وقدم طعن عند أي منظمة أو عند أي مكتب محامي خاص أو أي إن كان واخد رفض أو واخد إقامة بسنة وعمل طعن والطعن دو موجود في المحكمة تمام؟ القانون برضو بيدي للمحكمة مهلة ست شهور لازم يكون القاضي مخلص الملف اللي عنده يعني يكون القاضي باتت في القضية بتاعته وميدي له قرار عادة ده بسبب ضغط الشغل الكتير اللي موجود ما بيحصلش فالملف ممكن يقعد في المحكمة قد إيه؟ برضو نفس القصة فوق الست شهور ممكن يبقى سنة سنتين هنا الدولة بتدي الحق القانوني لكل فرد متأخر ورقه إن هو برضو عن طريق مكتب محامي خاص تمام؟ إن هو يقدم برضو زي طلب استعجال مش شكوى بس حاجة اسمها طلب استعجال يستعجل الملف بتاعه هنا برضو المهلة القانونية للقاضي بتكون ثلاث شهور يعني الثلاث شهور لازم يكون القاضي مخلص الملف بتاعه فأي حد مقدم طعم من حقه لو كمل الست شهور ينتقل لمحامي خاص ويقدم له طلب الاستعجال ده ويخلص له ملفه في مدة أقصى ثلاث شهور إنما في الحالة دي أنت قلت يوسط الكلام إن ده هيكون الجهة المخاطبة هي على طول المحكمة بالضبط هنا الجهة بترفع طلب الاستعجال على القاضي يعني خلص أنت بترفعه بيروح للمحكمة الدستورية وبعد كده هي بتدي للقاضي مهلة ثلاث شهور والمفروض يكون مخلص ده طبعا علشان هو دلوقت حاليا الجهة اللي بتخطبه في الحالة دي بعد المقابلة هو القاضي آه طبعا القاضي بعد كده هو اللي بيقابله هو الطعنة عند القاضي حسب بقى محكمته فين ناخد الحالة اللي بعدها بقى تمام دي الحالة وعشان نكمل بس المعلومة فيها لازم كمان مكتب محامي خاص ما ينفعش الشخص بنفسه وما ينفعش المنظمة تقدم طلب استعجال لازم يكون محامي خاص هو ليقدم طلب الاستعجال مظبوط تمام تمام عندنا بقى الحالة الثالثة واحد يكون مقدم لم شمل وهنا عندنا جزئين في لم الشمل عن طريق اللجوء اللجوء الكامل اه واحد واخد لجوء مقدم لم شمل والاجراءات بتاعته طولت هنا بقى لازم قبل ما قدم الشكوى افحص الاول الاجراءات بتاعته اشوف بالزبط الملف فين هل الملف مازال في السفارة ولا تنقل البيئة في فقا وبناء عليها بقرر اقدم له شكوى نستعجل فيها الاجراءات ولا ما ينفعش اقدم له شكوى دي بتحتاج دراسة الاول شوية بناء على الملف اللي معي طيب هو لو هو في السفارة مين الجهة المنوط بيها البت في موضوع الطعن بتاعه ولو هي في البيئة في فقا مين الجهة المنوط بيها البت بالموضوع بتاعه دي المفروض انا بشوف لو في السفارة ممكن ان انا اقدر اقدم سيما بشفير ده وممكن الشكوى اللي احنا لسا قلين عليها وممكن لأ ولو عند البيئة في فقا لازم اعرف دي ما اقدرش ان انا اقول لك عليها دلوقتي لان لازم ابقى بتل اول في الموضوع وبناء عليها بشوف انا هشتغل ازاي كل ملف على حدة بالزبط مين اللي ماخر الموضوع هو ده اللي بتخضيه وهل اسرته قبلت ولا ما قبلتش كل ده بيلعب معايا دور نعم فده بالنسبة لو واحد مقدم لجوء لو واحد بقى مقدم لم يشمل على عقد عمل برضو الدولة بتديله الحق بعد ست شهور لو ما كانتش الملف بتاعه خلصان ان احنا بنقدم له الشكوى اللي انا لسا قيلة لحضرتك عليها على الماجسترات ان الملف يخلص بسرعة برضو الماجسترات عندها مهلت ثلاث شهور عشان نشرح اجراءات الشكوى الماجسترات عندها مهلت ثلاث شهور ان هي تكون ردة عليهم خلصة اذا ما ردتش بتحول الملف للمحكمة الادارية عند القاضي والقاضي ساعتها هو اللي بيقرر في الملف بتاعه يديله موافقة لم الشمل ولا لا هل بيكون نفس القاضي اللي هو قابل عنده في البداية وده له البشايد الاول ولا ده بيبقى تقدير من المحكمة ممكن نروح القاضي جديد جدا ما يعرفوش اصلا لا 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 القاضي اللي بيدي اللجوء هو ملوش علاقة بملف لم الشمل انا بتكلم على القاضي مش على البيئة فقا اصلا البيئة فقا ده مش قاضي ده محقق تمام الملفات ودي نقطة حلوة دلوقتي ناس كتيرة بتسألني فيها لو واحد ما قدم لجوء لم الشمل على لجوء بيقول لي الموافقة بترجع لمين بترجع للبيئة فقا مش للقاضي لو انت واخد الاقامة بتاعتك من قاضي في المحكمة ما بيرجعش الملف على القاضي اللي في المحكمة بيرجع على البيئة فقا بتاعك اللي هو اول درجة خالص عند المحقق هو اللي بيبص فيها اما لم الشمل على العقد عمل هو ما بيروحش عند البيئة فقا يروح عند البيئة فقا ليه هو بيبقى عند الماجسترات 35 ولو الماجسترات هو قدم شكوى ونقلت الملف بتنقله على قاضي جديد خالص في المحكمة الادارية في المحكمة الادارية طيب بالزبط دي كانت اجراءات او قلنا دي شكل تأخير الاجراءات في الحالات اللي احنا قلنا عليه في بعض الناس لما يجي يقدم على تقديم شكوى بيكون عنده بعض المخاوف من ايه الضر اللي ممكن يقع عليه هل مثلا هل القاضي ده ممكن زي ما بنقول بيحطه في دماغ ويعطله الامور يديله رفض او بيخاف في ناس كتير بتخاف ان الاجراء ده مش هيحلل المشكلة هيعقدها اكتر الكلام ده صحيح؟ تمام للأسف فيه اشعاعات كتير بتطلع وناس بتخوف بعضها اوه هتقدم الشكوى دي ده انت القاضي هيرفضك اه انت انت هيديلك ترحيل انت معرفش ايه اول حاجة الكلام ده ابدا غير صحيح بس خلينا نقول نقطة مهمة هل المحقق دلوقتي لو حضرتك محقق وانا عملت عليك شكوى عشان انت تشتغل بالسرعة هل انت هتكون مبسوط ولا زعلان؟ اه ممكن هكون زعلان لا اكيد هتكون زعلان اكيد هتكون زعلان شي طبيعي تمام هل اكيد لا القاضي ولا المحقق بيكونوا مبسوطين لما انت بتعمل عليه طالب استعجال او انت كده خليته طلع ملفك واشتغل عليه في وقته هو مش محدده هو عايز يخلصه براحته اكيد مش مبسوط بس ده يأثر عليه ان هو يديلك رفض لأ والدليل على كده يعني انا معناش حالة حية دلوقتي بس في ناس كتيرة تقدر تدخل على الصفحة الرسمية بتاعتنا سواء على مكتب دكتور كلاما على الفيسبوك او على التيك توك وتشوف لان احنا ناس كتيرة جدا عن طريق المكتب عندنا قدموا شكاوي وما كانش معهم اقامة فيه اللي راحت المحكمة وفيه اللي جاتلهم البيئة افآ واغلبهم واخدين اللجوء مش حماية سنوية وهم بنفسهم تلعوا حكوا علشان غيرهم يستفيد الناس ما تخافش فهي بتأثر عليه لا يعني بالعقل بس هو برضو راجل قانوني يعني هو عارب برضو ان فيه اجراء قانوني لو هو تأخر والنقطة هي هي الشكوى دي من اللي مخترعها المحامي اللي مخترعها اللي قدم له الشكوى ولا اللي عنده مشكلة هو اللي مخترعها الدولة هي اللي بتقوله ده حقك اتفضل اعمل كذا اعمل الشكوى دي اعمل طلب الاستعجال دوت لو اتأخر عليك فالدولة هي ميدياله الحق ده فازاي الدولة بتديلك حق وبعد كده ترجع الحق ده يضرك مش منطق شكرا